عمك مأموني شناوي الشاعري الكبير والصحفي الكبير يبدو ان كان فيه يعني علاقة فنية خاصة جدا بينه وبين فريد الأطرش اه كيميائية اه يعني عمل اغاني كتير حلوة فريد كان بيحب كلمات عمك وعمك مأموني شناوي كان بيتونس بقى الحد فريد بصي فريد كان دايما العمي يسمعه اغانية يعني يعني كان يحب يسمعه اغانية وكان ده بينهم صداقة وحب واه ايام جميلة يعني على المستوى الشخصي اه لكن اللي حصل انه هو اه مثلا حكالي انه اه هل هو هل مأموني شناوي اكتر شاعر كتب لفريد الأطرش يبدو ذلك لكنه ليس حقيقة اه دي صورة اقول لنا بقى مفردات الصورة دي بصي انا عارفهم طبعا عمك اللي اقصى اليسارة بالمدخن وده بديع خاري طبعا ده شاعر وكاتب عظيم من اهم طبعا فريد وليلة فوزي دي ليلة فوزي اه اه اظن اظن اللبس نظرات ده بديع سربية كان صحفي لبنان اه الموعد مؤسس جريد مجلة الموعد عبد السلام النابولسي طبعا عبد السلام معروف اه والمعالمين عندك تعرف مين دول اه لا مقدرش اوقن قد يكون بعضهم صحفيين خد بالك طبعا ما فيه بديع يبقى لازم كان فيه كمان صحفيين ممكن تكون ديكتلاتة للموعد مثلا اه ممكن ممكن احتمال